الرجوع ديال السراطان إنسان تخطف من حال الى حال هذا كتبايب كان غريب الأطوار نعس هنا فلاني واش ري اكت يدلي لطوفاجي ماشي دي ما كتكون فعالة أنا ما متأكدش ولكن بغيتين طبعا أن عليك هو كان بين فليكوغراف هاد المدة ديال الانتظار ديالي صعيبة لالإنسان للمتانة البولية السراطان فيها كيكون كيرجع لكن كين في المكان دكر لي الله عززوجة لكي تهرب ما أصابك لم يكن اللي يخطئك وما أخطأك لم يكن اللي يصيبك جفت الأقلام وطويت الصحب السلام عليكم يا معشر المقاتلين مرحبا بيكون في حلقة جديدة من بودكاست المقاتل هذه الحلقة هادي ستكون للناس اللي تبعوني على الصوم طبي أو تجربتي مع الصوم الطبي مدة ثلاثين يوم ونصنهار اللي كنت قدرته سنة 2018 هذه التجربة اللي كنت قدرت وهانتما الناس اللي متابعيني جداد على الحلقة هنا بشتعرفوا القصة ديالي مع المرض وكذا شتعالشت منه هذه بالنسبة للناس جداد أما الناس اللي عارفين القصة ديالي جيت باش نطمأنكم وقبل ما نطمأنكم أعود لكم واحد القصة طراطلية هذه شيء أسبوع تقريبا كنت قلص حاسلها عندي واحد اجتماع مع فارق العمل ديالي في الشركة فجأة قدرني تحت المصران ديالي ما حاجة قدرني ديالي والصح أوتوماتيك موم شدهن ديالي لديك المصرانة الزايدة صافي بقيت مستحمل هذك الألم واحد شوية خرج في حالي عيط الواحد الصادق قال لي يا الجرير لا تكون المصرانة الزايدة أنا تقدر تقتلك ويل قدرت تقشني وقلت له ما توقفه وليس كنت تقشني وقال لي يسير نشن عند طبيب فارق العمل وقال لي خاص في الجهاز الغاطمي والأمعان ومصارا ما كان ما كان ما كان يشيك نجري ما كان يشيك نجري ما كان يشيك نجري من حال إلى حال ما كان يشيك نجري وصلت لعنده وصلت لعنده وقلت لي كنتك يضرني تحت المصرانة يشيك في المصرانة الزايدة هذا الطبيب كان غريب الأطوار ومشان قالي مصاتف فهمتك شنو سميتك كيف مزيوز شنو كدا وهاذ فيتعني وهذا أنا رأي عندي مصران يشيك في المصرانة الزايدة طمأنني بعدي على هذه ومندو زون الخرم ما كان يشيك مصابي كونها ما كان قدقها. تنوصلون لها. بقى ما وصلناش لها. دار لي صبح الله واحد الفحص كامل. بدأ معايا من ليس طوار ديالي. تنوصلت معا الكونسر اللي تصابيش بيه في الفين وثمنتاش. وقال لي تصابيتي بصارة طالماسة. شنو درشي كدوقت لي الصوت طيبي. شربت لي ثلاثين يوم وص. هو مقتنعش من دلقاء ديالي. قال لي اه اه لطوفا جيمة شي ديما كتكون فعالة. قال لي يكين حتيما الكبير ان يكون رجع لك الوارم. قل لي حتي وبدأت يشرح لي. قل لي حتي ذلك المتانة الى ناضلك الوارم هنا. كتولي قابل لانها ينضفها اوارم. قلية تقدر تلقاه ناضلك في شيء بالأس اخرى. تبقيت عنده علم بهذا الموضوع هذا. اهو الساد وش انا جاي على ود المصران تغدد خلينا انت تتناوي في الموضوع ديال السرطان اللي انا بالنسبة لي ساليت معاه. انا من الفين وواحد وعشرين ما درتش لي كونترول. صعفي ما بقيتش بغي يمشي ندير لي كونترول حيث صعابي لي كونترول ديالو صعابي حتى للنفسية. واشترغي يأكدون الناس اللي دازوا من هذا المرض هذا او السرطان انجنرال حيث الطب الحديث كي يقولك خاصك تبقى ان كونترول مدى الحايش. انا هذا الموضوع ما متي متي همنيش تقول لا حتى نشوف البولة في الدم ديك ساعة ذا نمشي. ما حتى دمش البولة في الدم ما نمشيش. وقدر الله وما شاء افعل. الله سبحانه وتعالى اللي قدر علي هذا المكتاب باش وليت غادي عن ذات طبيب هذا. وبدأ كيف لي فيها حاجة بحاجة حاجة حاجة بحاجة حاجة بحاجة. قال لي يا بول في هذا الكاس هذا. بلت شد واحد لابوند خشامهم في ذاك الكاس. جبد شد واحد القرعة فيها واحد الانواع ديال الالوان ديال الدم واقعي له. واشتاو يديرها. واشتاو يديرها. واشتاو يديرها. سالة نعس هنا. هنا يقلب لي قاعد تحت ودنيعه. قاعد يقلب لي البلايس اللي قدروا يكونوا فيهم اورام. فلاني. طنسيون القلب. عدو صلي اللي مصران. لقاهي واحد انتفاخ في المصران ذيالي. تضغط واشتاو يديرها. مو ينفلاني. وما كيخلينيش ناظر. كان بغي ناظر كيقاطع. وهو اصلا غريب لاطوارك. اول حاجة لاحظت انه بعيد على الدين. مرتحيت لي. ولاحظت انه حط صلايا التحت حط عليها رجلي. صلايا الكل صلوبة هو دير فيها رجلي. وهذه الملاحظة الضاقيقة هي مرتحيت لي. قلت شخشين خرج من عند هذه السيدات. صافي. قلت لي دبا سنو كين. قل لي راشد. بحال شي دم قليل في البولك. قل لي شي دخلي الشك. قدرك وارجع لك شي وانم. قد شدي ليه حتى تحليل. قل ليه شريف. من الصباح وانت دبا 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 دبا. دخلت لنا التناوي ورديتنا للكونسير. واذا انا اجي عندك على المصرانة رديتني للكونسير. شو دبا تشافني الفاعل. شو يقول لي لا. مغانا نطبئنه. انا ما متأكدش. ولكن مغانا نطبئنه عليك. قلت لي دبا شو بغيت ايمني. قل لي ادي لي واحد تحليل. واخرج لي تحليل الدم من الميكروب دي البولك. قل لي. قل لي عادي لا شي ما اعترش تأكد نديلك الليكوغرافي نديلك التلفاز. انا صافي. بحل هزيتي واحد الانسان من واحد الملاسة وديتي الواحد الملاسة. ترفعت لي انه ردني ردد ذاكرة ديالي الايام المعاناة ديالي مع السرطان. والناس مساكل اللي يعاني هاد المرة ندر عارفين اشنا هو الرجوع ديال السرطان. روح التقل كبير. صورتوا الناس اللي تجهل اتجاهات طبيعية. حيث المشكلة في السرطان يا اخوان وذيك الخلعة دياله وذيك الهالة اللي ضايرة به. ان الطب الحادي يدر عليه واحد خلعة كبيرة. الور في الطب الباديل ولا بصون طبي ولا ما كيخلعش لان ذوك الاتجاهات سهل القضاء عليه. هاد الطبيب هاد اللي خرج لي التحاليل ترني انني يمشي عن الطبيب ديالي اللي درت عنده التحاليل. واحد طبيب اللي كعرف بينه بين الله صفى وتعالى. ثم في غد ذيك رضي الله عز وجل. واحد الهدوء كان حسما دي ما كيطمأنني. ان شاء الله ما يكونوا. وصاحب الاختيصاص. الاختيصاص دياله المسالك البولية واجه. بجيت العم الطبيب ديالي ما نقعتوه وش لقعتوه في الكلينيك. تسنيت وتاجة. تليرا هاشنوطرا 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 فين كنت وفين وليت. السيدة ذاكي يقول قل يا شاف ذك تحليلي قل يا دي ميكروب قل يا فالنبولة. قل يا مش هادي التحليلي اللي يخصي. قل يا نعرف تحليلي اللي يخصي. قل يا نعرف تحليلي اللي خصيك الدير. انت لغاش يعود الدير كونترول. قل يا ولكن باش نحيده الشك. الهد سيدة ذا شك. قصنا نحيده الشك. قل يا نعس. داليا ليكوغرافي. نورمال مولا كان شي وارم. ارجع. انا كقدرت كتاشفت في اللوه الورم ديالي اللوه. هو كان بين في ليكوغرافي. يعني فاش كتجي لي في حلقة كيبا نقطة كتخرج لك هذه العيبة كتبلك واحدة نقطة. يعني الورم راح كبر خصويت تستأصل وتبدأ البروتوكول ديال العلاج. هو فاش داز عليا وفلاها وانا كنقول لي فليها. اكا كنقول لي فليها دكتور وانا تأكده. هو فاش فلاها الحمد لله مكين والو. ما لقع والو خرج لي يا نيك ديك الصورة وقال لي ها انت مكين والو الحمد لله. قال يا بولة. انا بلت قال لي يا البولة ديالك مقية. قال لي يا ولكن هاد شي غير كافي. قال لي يخصك تدير واحد تحليلة ديال البولة. التحليلة ديال البولة سباسي فيك. لاصحاب ديال المتانة البولية. انا هاد الرسالة باش تعرفوا بغيت نطمأن بيها الجمهور اللي متبعني واللي عندك يعاني ومن صراطانات. وبغيتك تبرتاجها مع شي واحد كيعاني من صراطان المتانة باش نزيد نأكد لكم انه بفضل الله عز وجل الصوم طبي واحد العلاج اللي فعال جدا الامراض المناعية. ما عليناش. قال لي يا ديالي ديالك تحليلة ديال البولة ونتأكده وديك سايحة الله. هالتحليلة ديال البولة شنو فيها? كتعطي البولة التانية ديال كله نهار مدة تلتية. كتعطيها. بعد كي يخرجوا لك النتائج. يعني دقيقة جدا اللي كانت شي حاجة غتبع. هاد المدة ديال الانتظار ديالي باش يخرجوا النتائج صعيبة على الانسان. صعيبة على الانسان. إلا ما كانش عندك واحد راسي يديل الايمان في القلب ديالك ركا تبقى ديما مقالق. لان المرض ديال السرطان صعيب. كي بدأت تفكر إلا رجع لك السرطان. شحل خصك من النهار? عن نفسي. انني كنت مقرر اني نعود ندير صوم طيبي. شحال يخصك عاوتيني من النهار ديال الصوم طيبي باش عاودة كتعود لمعركة ازيرو. وفاش كتحل الموضوع ديال بالصحة كتلقى ان الله عز وجل كي بغي يختبرك. الله عز وجل شو فين كتب لي باش انني مشين طمأن على صحتي فين كنا وفين ولينا. فعلا حسيت بشي احاسيس. هي لجيت نتبرتجيها معاكم. ما عليناش. دازل وقيتها الحمد لله خرجوا التحالي لقلبت ما كي نوان. قال لي الحمد لله كل شي مزيان. قال لي ما عندك تشي حاجة. قال لي يا سير تادوز عاوتيني واحد وقيت واحد عام ولا عامين ورجع عندي ديال كنت تأكدين على صحتك. هادشي الاخوين فين كي يدينا? هادشي كي يدينا لان تجربة اللي درجة ديال الصنطبي الحمد لله فعالة. بالنسبة الامراض المناعية لان اخسكم تعرفوا ان المتانة البولية سرطان فيها كي يكون كي يرجع بزاف والناس اللي عانوا معها انا كان عارف شخصيا واحد الاب ديال واحد صديق ديالي توفى مؤخراً يبيا قردوه. خرجوا لي نوارا من اللو الحيدوه لي شوية قرروا بزربة يحيدو لي المتانة كاملة شوية داروا لي بلاستيكا. سيد بزربة زربوه عليهم معا شوية كبيرة في اللاج. سألوا معا مشا. وش هو ضاع ما ضاعش. ادورة اقدر الله زوجلك تصرف. فرمبيا ما يضيعوش. ولكن كان عارفو. انا را بعض انواع دي العلاجات را ما كيصلاحوش لكلش. لكن. انا جيش باش نطمأنك وجيش باش نصفت لك حتى رسالة واحدة اخرى ايمانية. وهي اللي استفت منها انا الدرس كامل من هاتجريبة ديالي. اولا هاتجريبة ارى الحمد لله ناجحة. اذا الصوم الجوع ارى فيه واحد نتائج خيالية على الصحة. خيالية. حيت باش صارت عن يكون في الفين وثمنتاش. وحنا ده بار طالعين في الفين وربعة وعشرين. وما كينش الحمد لله رجوع. هاتش كي يأكد. ان هادك العلاج راه فعال. زائد. وعادي اللي بزاف ما كيتقبلوهاش. الفضل دي الله عز وجل. الشفاء من عند الله عز وجل. الى ربي تقبل منك. هاد سبب رغى يكون سبب في الشفاء ديالك. الى ما تقبلوش منك خاصك تعاود تحاول. كيني الناس تحاولوا تحاولوا كتب عليهم ربا انهم يموتوا بذلك المرض. سالة الفيلم. سالة الفيلم. هادك مكتاب ومقدر ليك. كان عقل واحد سوري كان كونتاك طاني على هذا الموضوع ديال الصون طيبي وكان فيه سارطان درجة رابعة وقال ديال الرئة. وكنت ببعت معه. وديما كنت انذكرو بالله عز وجل. هو كان مركز غير مع الصون طيبي. انا كان هضر ليه في ان الايمان مهم في الريحلة دياله. هو مركز لي غيش حال من يوم غير. تخيلوا معي ان الهمة والارادة والعازمة دياله اكبر بكتير من ديالي. دار شي كده وربعين يوم. ولكن في المكان ذكر لي الله عز وجل ولكن هضر ليه على الايمان كيتهرب. ما عارفش انا واش مؤمين واش ماشي مؤمين واش يحيش ذكر الصدمة ديال البتيلة الله اعلم. انا غني حسن فيه بضن. ولكن الايمان دياله بطبخ بنيفو طاعيح لدرجة انه كي هضر ليه على دك السبب. السبب السبب. فالسالة تجربة دي وتعدب ديال بالصح. ما لقاش ان ذاك شي تحيد. ما لقاش نتائج ليه تسرع. وارجعك يا سفلي يا اضيوة ديالة شي وما في منوشة شي كده ديال انسان صخ على الوضعية. وانا عرفت الحكمة. الله عز وجل رزقني. الفهم ديال ذاك الوضعية. هو اشترى ليه? تعلق بالاسباب. انا ما جيتش هنا نقول لك باللي الصوم الطبي غدروا لاي مرض غتبرها. لا. انا جيت غين طمأنكم عليا ان من بعد خمسة ديال السنوات الحمد لله. الفحوص هتخرجوا مزياني. وجيت نأكد ليكم الناس اللي داروا الصوم الطبي ان الصوم الطبي واحد العلاج فعال الامراض المناعية. لكن بشر. انك ما تتعلقش بسبب في حد داتي. وهذه رقاعدة كنت هدرت عليها في الحلقة ديال الصوم الطبي من هذا البودكاست ديال المقاتل نيت. عمرك تعلق بالاسباب. حيط الله عز وجل كيختبر الانسان بالمهرض. والشفاء عند الله عز وجل. بحال شي واحد كي والده كيطلبو يشتري لي شي حاجة. قال هالي باستسبعة ديال الطورة. هذاك الاب واحد طريقة خلته تحن. وحن عليه. وشلالي ذيك الحاجة. ولله المثاله الاعلى. قال الله عز وجل. الغرض من المرض هو كتولي تدعي واحد الادعية كتجبده من المصارن بهالك. انا عن نفسي هاد الاسبوع هادا اللي كنت نتسنى في نتائج ديال الفحوصات كنت ندعي فريمه من قلبي من الداخل. وهنا كتعرف اذاك المرض. او كتعرف اذاك الاختبار. قال فيه من النعم الكاتير. الله مع الزوجة اللي كيختبرك. ولكن كيخليك تزيد تقرب منه. الله سبحانه وتعالى هادو كل اللي محيدين الله من قلب دياله ما كيتصوقش لهم. كيتتعامل معهم واحد تعامل واحدة اخر. ولكن انتار كنت يعزيز عليه. انتار لكن كيشوف فيك واحد الخير باروري غايب تاليك. هاداك البتيلاء شنو كيعني انه ما باغيك شلا. هاداك البتيلاء كيعني انه باغيك وكينبهك على شي حواج ولا شي تجاوزات انت كديرهم. ولكن قسلك من الدنوب ديالك. اذا المؤمن دائما مصاب هو مبتالة. وانتو ممكن تشوفو خوتنا في غزة البتيلاء ديالهم اللي اعظم بكتير من هاد البتيلاء ديالنا احنا. فالخلاصة. الصوم طيبي. الحمد لله. علاج فعال امراض المناعية بما فيها السرطانات. وخصوصا سرطان المتانة اللي كان هادر على التجربة الخاصة ديالي. الناس اللي متبعيني. هادا روح رسالة لكم. وطمأنينة لكم. حيث انا براسي. فاش كنت انا بغين طمأن كمشي كما نقلب. على شي واحد داز من شي تجريبة وبراء. كنت نقلب عليه ومناي. كنت كنت تسنى من بعد عام ولا ستوري دير شي فيديو. انا كنت متبع واحد السعودي كنداز فيه السرطان في المرحلة ديال المرض ديال يعني كنت متبعه مشغول به. كنشوفو شنو كياكل كنشوفو فاش دار الكونترول شنو طرالي والكونترول تاني كنت سنى الفيديو. وعليش يطمأن القلب. واللي مريضة يعرفني على شك ناظر. انا جيت هنا باش نطمأنك. باش نقولك ان انت في الطريق الصحيح. إلا انت كنت تبع حمية غدائية مزيانة. إلا درتي صون طيب بي. إلا توكلتي على الله عز وجل ودرتي قدامك وعملتي بهذه الأسباب. كن على يقين ان النتائج غتكون كبيرة. وانا قدامك كدالين. لكن ما تعلقش بالأسباب. حيث ركي ما قلت لكم. تشي واحد ما عارش انه غيطر عليه في المستقبل. وكيني الناس عانوا مع الامراض المانعية السرطان مثلا. وماتوا به. واش ربي ما بغيه؟ مش الله. هذك راه لمكتاب دياله. وخصنا نفرقهم زيان في هاد الشي. قل لك ما أصابك لم يكن لي يخطئك. وما أخطأك لم يكن لي يصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ذلك شي اللي مكتبه لك الله عز وجل ستعيشه. والله سبحانه وتعالى كيعطي الدنيا لأي واحد. ولكن ما كيعطيش الإيمان لأي واحد. الإيمان كياخدوه غي المؤمنين الناس العزاز. لذلك خلي ديم الإيمان في القلب. والتوكل على الله عز وجل. والقاعدة اللي خدم بها الشيخ الغزالي رحمه الله. محمد الغزالي. الأب ديالو الصاع. قل لي شوف ما حديك في الدنيا ديما يديك الفوق ورجلك ما سوقك ش فينا يديك. شو ما المعنى ديالها؟ المعنى ديالها أن ما حديك في الدنيا خليك مع الله عز وجل. بعض المرات رجلك غا يديوك الصبايتار غا يديوك شي بلايس عشقات القارس قول لديها خطفك القادر. كنت شوف واحد بالله صوجه القادر وخطفك. أصابك سهم من السهام القادر. كنت تخطف. هذه الخطفة اللي تخطفتين متخافش. أنا كنقول لك وكنزرع فك الأمل ما تخافش. خليد ديك الفوق مكونكتين مع الله عز وجل. والله يتقدر لك الله سبحانه وتعالى واحد لمخرج. من حيث لا تدري. انتمنى الميصاج يكون وصل. وانتمنى تكونوا في صحة جيدة. واللي مبتالي بشي مردابة. اعلم يقينا ان الله عز وجل كيبغيك. وموجد لك عنده من الخير الكثير. اقل لك الناس غدا يوم القيامة. غيشوفوا الأزر دي لها دوك اللي كانوا تبتاليه في الدنيا. غيبغيوه لك نقرطه بالمقارة. تكون تقطع من الحمد دي لهم في الدنيا بش ياخدوا ذاك الأزر. ولكن ما غيب لغوش. لذلك اطمئن. الله عز وجل كيبغيك. انشاء الله ولي افراسكم. السلام عليكم. في رضاك في رضاك في رضاك كل آلام السجوم كل ما فيها يهون في رضاك في رضاك بغية العليل منية الكليل أم يراك